ناصرك الحديث هنا عن ماضي القراءة عند ناس تغير مع وقت الوقت لكن مثل ناس يشهرون كتب و مواسم بيع الكتب عندكم هذا ممكن معلومة شوية غريبة أن العالم العربي أو نحن علاقة تجربتنا ما في موسم خاص للكتب ممكن الناشرين عندهم فترة الصيف هي فترة فيها هبوط قليلا لأن ما فيها معارض خصوصا في رمضان و بعده لكن من ناحية البيع الكتب عن طريق الانترنت ما فيه مواسم بخلاف الغرب اللي مثلا عندهم موسم قبل كريسمس آخر ثلاثة شهور في السنة يبيعون تقريبا قد تسعة شهر القبر لأنهم عندهم عادة إهداء الأصدقاء والأحباء ككتاب كهدية فتلاقي هذا موسم واضح لكن عندنا في العالم العربي أو تجراتنا علاقة لنحن ما فيه بالنسبة للرقون هل عندكم توجه للتحول الرقمي بحيث أن تتبعون كتب ورقية بطريقة ما أخرى والله فيه توجه للكتب الإلكترونية والصوتية أنا أرى بعد أحب أن أنوه لدور وزاعة الثقافة صراحة دور جميل عندهم مبادرة التي هي مسار الكتب الصوتية ومسار الكتب الإلكترونية بحيث أنهم يتكفلون جميع التكاليف التي تترتب على الناشر أن يحول كتابة إلى صوتي أو ورقي أسف أسف الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني يمكن تكرفته بسيطة لكن الكتاب الصوتي لتنتجه يكلف تكرفته بسيطة استوديو وتسجيل وواحد يقرأ الكتاب فما هو بسيط فدور كبير في هذا الوزارة قدمتها كبير طيب وديختم معكم علاقة الناشر أنا قلت الناشر هل ناشر علاقته معكم علاقة سهلة أنتم يا منصة تبيع الكتب أو فيه نوع من الصعوبة والله السؤال بالشجون بالنسبة لعلاقة المتجر والكتب مع الناشر فيه إشكال من ناحية أن كثير من الناشرين ما عندهم الطريقة المؤسساتية في التعامل فتجدهم تلاقي نفسه المحاسب هو نفسه يروح المعارض يبيع الكتاب هو نفسه يدير النشر ويتواصل مع وكالات العالمية لكي يأخذ حقوق النشر لا يوجد عمل مؤسساتي معهم لذلك تواجه صعوبة لكي تعمل عقود معهم لكي توزع كتبهم فيه أحد الناشرين كان يرفض أن نعمل عقد مع أن العقد من صالحه هذا شيء غريب من ناحية ذكرني علاقتكم مع المؤلف مباشر هل بعض المؤلفين يعرض الكتب مباشرة عندكم تتجاوز الناشر مثلا هذه برضو نعيد لمشكلة التي هي سلسلة التوريد في العالم في صناعة الكتب أن المفروض يكون مثل أي قطاع في العالم أن يكون فيه ناشر وفيه هول سيلر الذي يبيع بالجملة وفيه المكتبات وفيه المؤلف أو الشخص الذي يقرأ الكتاب نحن تقريبا هذه السلسلة لا هي موجودة فهذه تحدث مشاكل فكون المؤلف يأتي عند متجر الكتب عشان يعرض كتابه هذا خطأ مفروض أن الأفضل له أنه يروح لناشر الناشر ويطبع الكتاب يسوق له في معارض الكتب يعرضه في المكتبات لأن الشخص بطبيعة الحال المؤلف لا يستطيع أن يوزع الكتاب في أكثر من محل فهذه خطأ يقع فيه كثير من المؤلفين وصراحة كثير من المؤلفين يأتي لنا ويقولون أننا محتاجين أن نعرض كتابنا عندكم فغالبا نعتدر عنهم يقولون أن يطبعوا عند ناشر أو تعاقدوا مع ناشر مرة واحدة هو أفضل لأصلا ويمكن أن تخبرين حيث الوزارة الثقافية عندما يكون لديها جهود في هذا المجال يعني حيث تكمل منظومة نشر الكتب في المملكة العربية والسولية لا يوجد شك أكيد ناصر الموسى شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً شكراً لزيلاً